بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين زهئتي كده من لون الرخامة بتاعك المعتاد كل يوم كلما تدخل المطبخ تلاقي نفس اللون عايزة تغيري عايزة تعملي منظر جمالي أو انت يوتيوبرز وعايزة خلفية بايدة زي ما أنا عملت كده تابعي بقى الفيديو وشوف أنا ركبت الاستيكر ده ازاي علشان مش أي طريقة تركبي بيها لا ده فيه شوية فن وفيه شوية حاجات لازم تتابعيهم وانت بتركب الاستيكر تابع الفيديو وهشوفك كل حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب الاستيكر بتاعنا أنا فضلت اللي أنا أعمل الرخامة اللي أنا هعملها معك ودي هعملها خلفية بيضة هعملها الستيكر أبيض تمام إن شاء الله بإذن الله بعد كده هعمل بقية الرخام اسويت هوريلكو برضو فيديو تاني بإذن الله فأنا بوريكم الرخامة اللي أنا هركب عليها الرخامة دي طول متر في عرض 60 سنتي أنا أقسها متر في 60 سنتي وجبت الاستيكر نفس المقاز بتاع الرخامة تمام قد الاستيكر أهوت هوريكم دلوقتي هعمل فيه إيه؟ أنا أوريتكم الرخامة دلوقتي كلها اللي هركب عليها وفيها كمان فتحة كده داخل فاخر عطيم هرايدة كله وأنا بركب ودي اللي هركب بيها أو ده اللي هخرج بها الهواء هو الراجل الدانة الحتة دي مع الاستيكر أنت بكر بمصدرة أو أي حاجة تعملي بيها ما فيش أي مشكلة أي حتة مصدرة كده عندك بعتزر على الإضاءة مش عارفة الكاميرا بتعمل كده ليه؟ بتخلي الإضاءة شوية حلوة وشوية بتعمل زي ما انتم شايفين كده أنا بحاول بس أوضح لكم ده ده الاستيكره هوت تمام هتحاول بقى أن انت الضبطي على الرخامة الضبطي كويس قوي على الرخامة قبل ما تشيل اللازقة تمام كده ده اللازقة هيت الجزء طبعا اللي فوق ده اللازق في الجزء العبيد اللي تحته ده لها تشد لازم يكون حد معاك علشان تعرفي تزبطي السيكر حلو على الرخامة انت هتبتدي تشد الورقة اللي تحت دي هتفصلي بقى اللازقة عن الورقة اللي تحت بس مش هتشدها كلها يعني مش هتفصليها كلها شوية بس هلزهم كده في الأول لازم حد يكون معاك كنت بتركيب يساعدك علشان بس تعرفت تحكيمي في اللازق كويس وما تعمليش اي خطوة غلط انا شوية اللي في الاول دول غلبوني بس عليها زبطها فانا صرحت معاكم الفيديو علشان ما طولش عليكم تمام انا بنتي كانت معايا هي اللي بتساعدني انا قلت لها بس لما اقول لك شدي اللازق من تحت شدي انا فصلت شوية اللي في الاول كده وابتديت اللي انا زبطها مع الرخامة هي حياريتني بس شوية كده في الاول على ما زبطتها بقيت ان انا اشيل كل شوية اللازقة ولزقها تاني لغاية بس لما تزبطت وبعد كده مشت معايا حلو اوه يعني هي بس شوية اللي في الاول هتغلبك وخصوصا اللي انا عندي كمان آآ الرخامة فها دورانا كده بديه على نص دايرة كده فده بس اللي زهقني شوية تمام بس بعد كده مشت معايا وبقت حلو اوه يبقى انت هتعملي ايه هتفصلي اللازق كده في الاول هتزبطي الاستيقرة على قد الرخامة وبعد كده تيجي في الطرف كده وتشيلي شوية وتتحاول تلزقيهم تلزقيهم حلو في الرخامة وحد يكون معاك باي ساعدك يشدلك اللازق من تحت يعني انا بنتي كتورا كده اه مسكل الورقة بتاعت الاستيقر من تحت او لا شدي بتشد شد شد شوية بشوية وتطلع الهو حاولي تكون مظبوطة بس معاك من الاول عشان تبقى ايه بقيت الاستيقر يمشي معاك حلو مظبوط وحاولي بقى اطلعي الهوى اول باول في بقى هنا ايه لو تلاحظوا لو تركزوا كده في فكة كعه هوى كده اه صغيرة بين الرخامة والاستيقر بحاول انا بقى بالبتاع المعي دي ان انا اطلع الهوى ده خالص تمام معاك انت حتة مصطرة او اي مصطرة يعملي بيها حتة اللي انا لزقتها احاول اطلع منها بقى الهوى اخلي ما فيش ايه فراغات هوى بين السكر وبين الرخامة اهم حاجة في التركيب انه ما يبقاش فيه اي فراغات هوى تمام لو في ايه فراغات هوى مش هتبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت هتفصل منك بسرعة هتبوز منك بسرعة فلازم للسكر يلزق هالرخامة حلو من غير اي فواصل بينه وبين الرخامة وطبعا اهم حاجة قبل ما تركبي انك تكون غسل الرخامة بتاعتك حلو قوي منغضفها من اي حاجة عليها وفي نفس الوقت منشفها مفيش اي مية ولا اي حاجة عليها يغسلها وتنظفيها حلو وتنشفيها من المية تمام كده انا بقى بسرع الفيديو برضو تاني معاكم هوا يعني انا شوية ببطقه بوريكم انا عملت ايه بالتفصيل وبعد كده بسرع عشان ما طولش بس الفيديو عليكم تمام انا خلاص زبطت الايه اا اول جانب حلو لزقته بقى خلاص لو تلاحظوا بقى ان ايه السكر بتشاد ده يعني بنت اللي بتشد للسكر تمام وانا بطلع الهوى اراه يبقى اولها شوية بشوية هي تشد شوية بشوية يعني حوالي صنط واحد تشده وانا اطلع الهوى ماشي بالمصرة وتحاول تطلع الهوى شوية بشوية على فكرة اه يعني انا مش كنت بعمل بالسرعة دي انا مسرع الفيديو معاكم يعني ده كان ببطق يعني هتاخد معاك وقت شوية على ما تزبطي زي ما انتو شايفين هي بتشد وانا بطلع الهوى وراها بتشد وبطلع الهوى وراها شايفين ما شاء الله لزق او حلو او هي ما فيش اي هوى او في اي حاجة فيها بطلع الهوى اول باول ولو لقيت كده فراغت هوى بسيطة بحاول انا اطلعها برضو ما بسيبهاش وطبعا من الجوانب بحاول لانا الزقها على فكرة مش ده كل الحكاية لسه في في اخر الفيديو خطوة مهمة جدا لازم تشوفيها ده اللي هيخلي الاستيكر معاك يفضل لازق ويبقى حلو معاك ويبقاش في برضو اي هو انا قربت برضو الكاميرا هوت عشان تشوفوا كل حاجة شايفين انا بعمل ازاي انا بقطقت السرعة وقربت الكاميرا عشان تشوفوا انا ازاي بطلع الهوى بنتي بتشد شوية بشوية وبطلع وراها الهوى اهو كده بلزق واطلع الهوى اظن كده تمام ما فيش يعني ايه ما فيش حاجة مش واضحة كل حاجة واضحة قدامك اهي ومشاء الله لاستيكر لازق وبقى حلو اهو طبعا انا لسا ما اخلصت شو الرخامة يعني ده يتوب نصها الرخامة كلها على فكرة متر واحد يعني الحتة اللي انا هعملها بس هي متر واحد وبقيت الرخامة هعملها لون تاني هعملها بالاسود ان شاء الله بإذن الله انا بقى صرحت الفيديو تاني علشان ما طولش عليكم تزحقوا مني بس زي ما قلتلكم خليكم معي لاخر الفيديو عشان في خطوة مهمة جدا لازم تتعامل خطوة ضرورية جدا فيه بقى هنا مكان داخل فيه خرطوم الغسالة مكان الصرف بتاع الغسالة مش الصرف لأ المكان اللي ايه اه الحنفية اه اللي بتدخل مياه الغسالة تمام اللي بتغز الغسالة بالمياه فيه خرطوم ماخد من اه الحنفية وايه وداخل الغسالة طبعا الرخامة دي تحتها الغسالة عاملين فتحة كده في اه الرخامة فانا بحاول بقى الحتة دي اقطع مكانها عشان اعرف ان انا استمر آآ في لازق الاستيكر بس بقى بحرس وانت بتقطعي اقطعي حتة على قد الايه المكان بالزبط اللي يعني لو كانت مكان مسلا زي ده او كده ما عندي كش يبقى احسن ده بنتي على فكرة هي اللي بتساعدني اللي ما قلتلكم انا اقطع بالقطر لو بسكيه ده مقص زي ما انتي حابة اطاعي انا رقيت القطر اسهلي خلاص خلصتها تحبيش اطول عليكم اكتر من كده فانا خلصتها كلها بس فاضل بال ايه البرواز اللي فوق ده الوزراء اللي فوق ده كن فاضل معي حتة كده من الاستيكر فانا اقسن حتة اللي فوق الوزراء اللي فوق دي قسها وهقطع حتة على قدها وابتدل اللي انا برضو اشيل واركب اشد كده في الاستيكر واركب بعتزر طبعا على الاضاءة معلش مش عارفة بصراحة الكاميرا كتعامل كده ليه ما كنتش واضحة بالي منها اعتزر كده كنت مركزة بقى في التركيب وما خدتش بالي ان الاضاءة ساعات بتبقى بش كويسة وانت فصلت الكاميرا مسلا وشغلتها تاني بتدي بقى لون ازبط الحتة اللي فوق دي النصيحة لما تيجي تركيبي الاستيكر ما تركيبيش الوزراء اللي فوق دي مع الرخامة لان هتغلبك ومش عمره ما هتبقى مظبوطة لازم تتركب لوحدها تمام لازم تقطع لها كده حتة وتخليها تركيبيها لوحدها لغاية كده تمام حاول بقى ان انا ازبط وبردو بحطة مصدر كده او حاجة وتبتدي تطلعي الهواء. انا بلاقيها مش مظبوطة بشيلها وبحاول ان انا ازبطها تاني. بس في الاخر الحمد لله انزبطت وبقت تمام. هي بس معلش هتاخد منك شوية وقت هزهائك شوية. بس ده طبعا يعني حاجة هتقعد معك مسلا شهر شهرين شهور كتير لو انت حبها تبدل موجودة عادي ما بيش اي مشكلة خالص. طالما لست كويسة بحالتها حاجة هتبدل موجودة معك. وقت لما تحب بقى تغيري اللون تاني او تسبيها براحتك او تغيري نفس اللون تاني براحتك. ان شاء الله باذن الله هقول لكم برضو السكر ده عاش معايا قد ايه. في فيديوهات الجاية ان شاء الله باذن الله هقول لكم هو كان كويس معي ولا لا? عاش معايا قد ايه? فترة اللي قعد فيها كويس يعني بحالته. تمام كل حاجة ان شاء الله باذن الله اقولها لكم في فيديوهات الجاية. على ما نخلص كده اضغطي لايك ولو انت مش مشترك معا في القناة نزلي اشترك بسرعة ان شاء الله باذن الله هتستفاد كتير مني. تابعيني وهتلاقي ان شاء الله باذن الله حاجات مميزة كتير. وزي ما انتو شايفين انا بشد اللزقة وبحاول لا انا ازبطها. وطبعا كالعادة معداش هطول عليكم اكتر من كده. زبطها وخلاص. او طحت كمان حتة كملت بيها. يعني هي ما كانتش مكملها للاخر. وزي ما انتو شايفين كده. خلاص الرخامة كده خلصت. بس فيه بقى خطوة مهمة جدا. لازم تتعمل بعد ما تخلصي اللزق. وهي انا تجيب التشوار لو عندك التشوار او اي حاجة بطلع هوا سخن. عايزة امشي هوا سخن ده على الله ما صار سيدنا محمد الاستيكر اللي انا رزقته. انا كتمت الصوت بس علشان صوت الاستشوار اللي عندي ده مزعك. ماشي. ابتدي بقى ان انا امشي بالسشوار كده. على على كل الاستيكر اللي انا لزقته كده. بحيس الهوا هيطلحه لي هيخلي آآ اللهم صلى الله سيدنا محمد الاستيكر يلزا او ما يطلحش. آآ هيطلح طبعا لو انت شدتيه بس ما يطلحش يعني بسهولة. ما فيش حاجة تأثر فيه. شايفين بقى الجوانب اللي زي دي ما كانش لازقه كويس. السشوار بقى ليه عامل آآ حلو قوي في ان هو خلى آآ الجوانب بتلزق. انت لو ملاحظين كده هتلاقاها بتلزق كويس او. وده بقى الشكل النهائي. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكو. لو كان عجبكو اشتركوا معي في القناة. اضغطوا لي بقى لايك وتعليقات حلوة كده منكم. تشجعوني. وان شاء الله باذن الله جاي افضل واحسن.